موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهدنا على العصر حيث نواصل الاستماع في هذه الحلقة الثامنة والأخيرة إلى شهادة السيد محمد ميزالي رئيس الحكومة التونسية الأسبق سيد محمد ميزالي مرحبا به أهلا وسهلا في هذه الحلقة نتناول الفترة الأخيرة من رئاستك للحكومة ثم فرارك بعد ذلك عبر الصحراء والجبال إلى أوروب بعد أحداث الخبز بعد إقالة إدريس قيقة وفراره في تلك المرحلة بدأ الرئيس يتعامل بشك وريبة مع كل من حوله تقريبا كيف كانت تلك المرحلة وأنت كنت الرجل الأول المقرب من الرئيس؟ من جهة أنا شخصيا وصلت الاطلاع بالمسؤولية فكنت دائما أتجول وأرأس الاجتماعات لتوفير أسباب التنمية للشعب التونسي وألاحظ كل يوم أن صحة مرقبة وتوازنه كان في تدن وفي تدهور ولوحظ هذا بالخصوص في عام 86 فبينما كنت أفكر في تنمية التعاون مع أفريقيا وتجولت في 12 يوم زرت ثمانية دول إفريقية وأمضيت مع هذه الدول ومع رؤساها مؤهدات التنمية وتعاون في كل المجالات كان قصر قرطاج يغلي كالمرجل وابتداء من مارس أبريل كل يوم إثنين أزور فيه رئيس الدولة يطلب مني أو يعلمني فقط بأنه قرر إقالة هذا الوزير أو ذاك وزير التربية وزير الثقافة وزير الشغل والشؤون الاجتماعية وزيرة النهضة بالمرأة كتب الدولة الداخلية إلى آخره وفي يوم الأيام قال لي والله أنت عندك شغل كثير قررت باش نعفيك من مسؤولية الداخلية ونسندها إلى سيد زين عبدالي بن علي أنا أضحكت والله فرحت كأن حملنا نقص عليها فبراقيم أتعجب كيفاش نضحك وأنا كنت فرحان الأول مدى تأثير هذه التغيرات الشديدة التي كان الرئيس يقوم بها تأثيرها عليك وأنت رئيس حكومة لا أنا أدركت أن مسؤوليتي ستنتهي ولكن في وعي كنت سعيد بالتمتع بالتقاعد حتى أصبح مواطن عادي يعني ستر اسمح لي لا يوجد أحد أبدا في موقع السلطة يحلم بالتقاعد أو أنه يصبح مواطن عادي السلطة لها زهوها لها سطواتها لها وضعها لها يعني كل ما يدعي الناس إلى أن يدعو الناس إلى أن يتقاتلوا من أجل الوصول إليها كيف تقول لنا الآن بأنك كنت سعيدا بأنك ستتقاتل إذا كان كلامك صحيح وراجح أنه صحيح فأني استثناء وأعلم وكنت سأقول لك أني أعلم أن كلامي هذا لا يكاد صديقه الكثير إلا من كان حولي ويعرف ردود فعلي استثناء وأنت بقيت في السلطة أكثر من ثلاثين عاما نعم دائما دائما يعني أنا لم أعتبرها السلطة أعتبرها خدمة هذه ربما سذاجة لكن من كان حولي يعرف أني كنت أنتظر اليوم الذي يعفيني فيه برقيبة من المسؤولية ما الذي دفع برقيبة إلى أن يقوم بهذه التغيرات الهائلة والدائمة في فترة وجيزة جدا التأثيرات الذين كانوا معه في العشاء وفي الغداء من هؤلاء ووسيلة بدأ نفوذها يضرف ووسيلة انتهت في وقتها نعم وسيلة ليست لها مسؤولية في هذا سعيدة ساسي سعيدة ساسي وأعتقد أننا تناولنا جانب منها بعد ذلك وهي أظن أنها لعبت دورا في إقالاتك وإبعادك بعد ذلك طبعا طبعا دور سعيدة ساسي إيه في هذه المرحلة؟ والله مثل ما قلت لك في الحلقة من الحلقة السابقة يعني باعتبارها ابنت أخته كان يستمع إليها وأحيانا ينهرها ولكنها كانت الوحيدة التي تجرؤ على دخول عليه في كل مكان وتعبر له عن رأيها وتخبره بعض الأخبار الصحيحة أو المخطئة فكانت دائما تحي إليه مثلا بإقالة هذا الوزير أو ذاك وبالصدفة كان الوزراء المقالين هم أقرب الناس إليه سواء من حيث التعاطف الشخصي أو بالخصوص من حيث الاشتراك في المبادئ والقيام العليا أعود مرة أخرى إلى الشك الدائم من قبل الرئيس في من حوله والإقالات الدائمة التي كان يقوم بها إلى الوزراء في تلك المرحلة من 84 إلى 86 والتي لا شك كان لها تأثيرها على نظام الحكم وعلى الدولة وعلى الناس مدى تأثير هذا على الناس على نظام الحكم أم أن برقبة لم يكن يضع اعتبارا للشعب لم يكن يفكر في أن هذه المبادرات كانت سلبية في أعين الشعب يعني الشعب سفة عامة والطبقات نيرة كانت متخوفة من المآل كانت ترى عن حق في غلب الأحيان أن المجهول ينتظر تونس إلى آخره كان هذا الأمر يوحي بأن هناك تغيرا سوف يحدث بالنسبة للسلطة في تونس لا كان هذا السؤال يعني يفرض نفسه بعيدة حياة برقبة لأن أحدا لم يكن يفكر فقط منقات في هذه الفترة أن هناك انقلاب أو تغيير في الحكم رغم سن برقبة المتقدم الذي تجاوز الخامسة والثمانين رغم صحته التي بدأت تتدهور رغم أنه لم يعد يمسك بزمام الأمور هذا هو الواقع المر يعني ويأصفني أن أقول يعني كخاتمة لهذه الفقرة الحزينة المؤلمة أن برقبة الذي أحببته وأخذصته له والذي اعتبره أول وأكبر محرر لتونس وباني دولاتها كيف وأنت طوال الشهادة لم يثبت شيئا من هذا لا لا أنا هذا رأيي إلى الآن لكن أريد أن أقول أنه من المؤسف والمحزن المأسوي وزوديا أن يكون هذا الرجل الذي قلت فيه ما قلت عن قناعة هو الذي من غير وعي وبدون إضمار هو الذي هدم كل أو جلم منه هذه هي خاتمة المأسات في هذه الفترة عزل الرئيس برقيبة ابنه الحبيب برقيبة ابن من السلطة ومن المسؤول وأطرده كغير من المزراج شرطة في الوقت الذي نرى فيه رؤساء آخرين يقدمون حتى رؤساء جمهوريات يقدمون أبنائهم أو يظهر أبنائهم ألم يفكر الحبيب برقيبة في أن يستخلف ابنهم؟ لا فاعتقادي لا والذين حوله ألم يسعوا لإثارة هذا الأمر لديه؟ لا ما هي أسباب ذلك؟ لا لأن أغلب الناس الذين كانوا حوله كانوا يفكرون في أنفسهم والحبيب برقيبة الأبن لم يقبل للتفكير في أنفسهم يدعمون أن يصل ابنه ويكون لهم دور وفضل لا لأن برقيبة الأبن له شخصياته وهو كذلك يعني يطير في غير سرب معين يعني يطير بجنحين فقط فجميع أدرك أن برقيبة لم يفكر فيها في مسؤولية الإسلاميين بيلقوها عليك وهي مسؤوليتك عن المنشور 108 الخاص بمنع الحجاب وأن الهادينويرا أثناء رئاسته للحكومة طلب منه أن يوافق على منع الحجاب ولكنه رفضا رغم أنه رجل علماني التوجه وأنت تتحمل مسؤوليتك عن المنشور حقيقة لم يرفض لكن القانون لم يصدر إلا في عهدك أنت ليس قانون هو برقيبة بحضوري أعترف نادى الأخ فرج الشادلي وعطاه أمرا بأن يصدر منشور منظم من طرفه للمدارس هذا هو لا قانون ولا أمر ولا هم يحسنون يعني هذا إذا الرئيس الدولة الحاكم الأول والأخير أصدر منشورا أو قرارا هو فوق القانون وهو يطبق إلى الآن وهو له مشكلاته في تونس إلى الآن يعني القضية لم تقف عند موضوع الطلاق وحقوق المرأة الذي تحدثنا عنه في الحلقة الأولى ربما أو الثانية ولكن الأمر تقطى الآن إلى مجرد مساس حريات الناس الآن لكن في وقتي أنا ما كانش في مساس بحريات وكانوا موظفات وعاملات محتجبنا من غير مشكل يعني أنا ما فيه أثناء الدرس فقط وبيني وبينك وهذا يمكن يوم من أيام يجيب عنه الأخي فرشادي يعني لم يقع تطبيق المنشور بصورة محكمة يعني لكن مجرد صدوره أيضا هو نوع من الحكر على الناس وصدوره في مسؤوليتك أيضا يلقي عليك المسؤولية لأنه سيظل صدر في عهد مزالي أكرر وأقول أنه لم يكن لي مزالي أي عهد ولا مدة ولا مسؤولية لا مزالي ولا البهي لأضغم ولا هذيوير رحمه الله كان 40 سنة عهد برقيبة وأنتم رجال برقيبة الذين كنتم تطبقون وتنفذون ما يطلبه وما يصدره من قراره لا دائما وأنه نفذنا الكثير مما أمرنا به لكن أحيانا عرضناه ونجحنا في المعارضة أحيانا وتتحملون المسؤولية كما يتحملها برقيبة طبعا طبعا في محكمة التاريخ نتحمل المسؤولية طبعا في التاسع عشر من يونيو في العام ستة وثمانين في افتتاح المؤتمر الثاني عشر للحزب الاشتراكي نعم وقف برقيبة أمام الجميع ليقول إن محمد مسك بيدي بمثابة ابني الروحي وأنه يتمتع بثقة الكاملة اليوم وغدا نعم ثم أذيع في الثامن من يوليو عن طريق الإذعى والتلفاز أنك قد أقلت من غير أن يدعوني أو يعلمني بنفسي في الفترة التي أو في هذا المؤتمر الذي أعلن فيه برقيبة تقريبا عن استخلافك أنك أنت خليفته وأنك ابنه الروحي ماذا كان شعورك وهو يعلن ذلك كنت أعلم أن هذا وقتي وأن مسؤوليتي ستنتهي وذا واضح ألم يكن برقيبة قد شعر بأنك تمهد وتهيئ للإستلاء على السلطة ومن ثم سعى إلى تنيمك وتهدئة الوضع حتى يتغدى بك قبل أن تتعشى به يعني أن ينيمني هذا ممكن لكن ليس في حاجة إلى أن يخاف مني فأنا ما حلتي ليس لجيش ولا بوليس ولا حرص ولا جماعات في الحزب أنا وحدي ربما أنت تقول هذا ولكن معك الدستور ومعك فراغ دستوري يمكن أن يحدث بوفاة الرئيس في أي لحظة ومن ثم فأنت الرئيس القادم ومن غير تواضع يعني مزيف قد يكون لي رأيي عام يتعاون ينسجم معي كذلك وهذا ما كان يراها الخصول طبعا ما كنت تعول على الرأي العام؟ بشرط أن نتمكن من مخاطبة الرأي العام حين ذاك لكن القضية لم توضع أبدا بهذا الشكل أمام الرأي العام أنا أذكر ونحن نتابع تلك الأخبار والرئيس برقيبة يعلن ذلك كان الجميع يقول أن محمد ميزالي هو رئيس تونس القادم وأن هذا التقريب الكبير الذي يقربه الرئيس برقيبة لمحمد ميزالي معناه أنه أراد أن يسكت آخرين يسعون للإنقضاض على السلطة بالضبط لكن أود إن سمحت أن أبين لماذا كنت متشكك في هذا لسبب بسيط هو أن هذه الفقرة التي حرارها الأخ الشارد القليبي ضمن خطاب كامل حراره الشارد القليبي هذا الخطاب وضعنا معانيه الرئيسية في جلسة في بيتي بحضور الشارد القليبي والباجقة السبسي والهدي بكوش تفقنا على المحاور وحرر الخطاب الشارد القليبي هل كان الرئيس طلب أو وصى بهذه الفقرة مرقيبة؟ لا ولم يعلم بها شيئا لا ربما أوصى بها للقليبي الله أعلم أنا ما كنت حاضر أوصى بها للقليبي الرئيس يمكن لكن الرئيس كان يعلم ما يتلوه جيدا ويعرف أبعاده لأن الخطاب تلي على الرئيس ومن الغد في الليل كلمتني ساعة الأساسية الساعة العاشرة مساء تقريب قالت لي شو هالخطاب هذا؟ شو هالكذا؟ قلت لي ليش؟ قلت لي شمعناها تقول لقليبي أني حرر فقرة لتضامن مع القضية الفلسطينية؟ قالت لي الفلسطينيين مجابون أن الخراب والمشاكل قالت لي والله يا سيمو حمد مزالي ما يفيدك إلا إسرائيل الفقرة لازم أن تنحى قلت لي كيفاش؟ قلت لي هذه من ثوابة القاربة في سياسة مرقيبة سياسة خالق قالت لي واش معناها؟ دفع التعريب والأصالة هذا اللغة العربية خلاص فأنا زعلت قلت لي أسمع قلت له هذا الخطاب عند الخالق الرئيس تفهم معنا بعيد فنودي بفريق آخر وفي تلك الليلة أعيد الخطاب والخطاب الأول اللي أنا راضي عليه فيه مواقف الأصالة والتعريب والقيام العليا وفيه موقف واضح من القضية الفلسطينية موجود يعني يمكن أن نجدوه وخطاب برقيبة موجود ويمكن للمؤرخين غدا وبعد غدا أن يقارنوا بقيت هذه العبارة القضايا العامة طرحت لكن بقيت هذه العبارة التي توحي بقضية استخلاف برقيبة الامزالي لكن هذه ربما مثل ما تفضلت مضوحين من باب التنويم يعني والطمأنها قد يكونوا ذلك علمت بها قبل أن يتلوها؟ لا استمعت لها مع كل الحظيم في المطمر وفجئت بها؟ لا مفاجأ بهذه أن برقيبة دائما متعود أن يمدح الوزراء أو الوزراء الأولين قبل أن يقصهم يعني؟ يقصهم أو يسائبون بالمرضة كالهدينويرا وبعد من الساحة يعني كنت تدرك تماما أنت الآن تقول أنك كنت تدرك أن هذه نهايتك وليس استخلافك؟ نهايته في الحكم لم تكن مشكلة بالنسبة لي كانت خلاص كانت مسألة وقت بالنسبة لك يعني؟ لا لا كانت خلاص كنت تعتبر أن دورك انتهى ولكن المسألة مسألة وقت؟ لا كنت أعتقد أن أستطيع أن أخدم بلدي بالثقافة بالرياضة بالمحاضرات بالجولات بالاتصالة بالخارج بدون سلطة ونفوز؟ أبدا أبدا السلطة هي تكليف لا تشريف اعتقادي هكذا يقولون ولكن الحقيقة تكون غير ذلك يقولون أغلب الناس لكن هناك بعض أفراد ربما يعني شواز مثلي يعتقدون السلطة كلها يعني هبا في هبا بعد أربعة أيام فقط من هذا الخطاب الذي كان بمثابة خطاب استخلاف بالنسبة لك تم إقالة زوجتك؟ لا قبلها قبلها في 23 يونيو 86 يعني قبل بأيام لأن هذه مهزلة أيام الأثنين أظن وقعت أو تمت إقالتها مديوان سياسي لأن خمسة وستة وزراء أقيلوا بما فيهم سيدة مزالية ماذا كان يعني أصلا وجود زوجتك في حكومتك؟ مهما كانت كفاءتها وأنت رئيس حكومة لأن زوجتي كانت مناضلة من أيام الاستعمار ثم كانت رئيسة الاتحاد النسائي ثم برلمانية في يوم من الأيام وكنت أنا وزير طربية في حكومة هادي نويرا وبينما كنا مجتمعين في مجلسة الزراء مع هادي نويرا دق جرس التليفون وأجاب هادي نويرا ثم أعلمنا بأن الرئيس قرر وقتها تعيين فتحية مزالي عضو في الديوان سياسي وأنا لم أكن ننزل أول هذا أولا ثانيا في 84 بعد أزمة الخبز وبعد كذا في اجتماع مع الرئيس بركيبا قال لي قررت تعيين امرأتين في الحكومة مزالي ومزالي ومزالي سعاد يحقبي ووزير الصحة ألم تسعى أنت إلى ذلك؟ أبدا ألم تسعى أيضا إلى أنه يمكن أن يشكل تهمة تاريخية بالنسبة لك أن تأتي بزوجتك وزيرة في الحكوماتك؟ هذه تهمة أنا كنت أشعر بالأحراج لما حالة كنت معتز بأن المناضلة فتحية مزالي معناها تقدر في مستوى الوزارة أن تخدم المرأة التونسية لكن من جهة أخرى كنت أشعر بألسينة السوق الذين سوف يخدمون من الفرصة للهمز والهمز طبعا بعد أسبوعين تقريبا من هذا الإعلان الذي أعلنه برقيبة من أنك ابنه الروحي وخليفته أقلت في الثامن من يوليو عام ستة وثمانية كنت في بيتي أستمع إلى نشرة الأخبار المتنفذة ساعة الثامنة فأعلن المذيع أن الرئيس برقيبة قرر إقالة محمد المنزالي وتعيين رشيد صفر فأخذ التليفون وعبرته عن تهانية الخالصة إلى رشيد صفر ثم أخذ التليفون وطلبت من مدير ديوان الرئاسي المرحوم الآن منصور السخيري مقابلة لرئيس برقيبة حتى أودعه ويوم الجمعة كان لموعد مع برقيبة في المنستير دخلت عليه فأحسن استقبالي وقلت له سيد الرئيس أنا اشتغلت في الحركة الدستورية أيام النضال وأيام بناء الدولة تقريب 40 سنة معكم وبقيادتكم وأرجو أن أكون ممن ثقلت موازينهم أن تكون النجاحات أكثر وأهم من الغلطات فقال لي بصوت خافت جدا بصوت يعني هادي قال لي هكذا باللغة تنسية قال لي ياسي محمد ليه عربت التعليم وأنا قلت لك متعربش هو تعبان وأنا قلت له السيد الرئيس أنا أجري التحويرات لأن هذا عاقبتي قلت له أنا أتكون في فرنسا تكوين في السربون لكن أعتبر أن لغتي لغة عربية واللغة الفرنسوية لغة ضرورية كاللغة الأجليزية لكن لابد من تأصيل الشباب في لغتهم وبئتهم وقلت له البارح اجتمعته وقررت أرجاع الفرنسوية إلى السنوات الأولى من التعليم من بداية إن شاء الله تلقاوا المعلمين الأكفاء من ذوي اللسان الفرنسي الوحد فهمني هو قال لي باهي باهي هذه تحية تونسية باهي باهي منها قال لي سلم على فتحية قلت الله يبارك فيك زوجتك نعم وانتهى الأمر وخرجت وأنا سعيد واستنفت منها الاستحمام في البحث شعورك هيك رئيس حكومة كرئيس الزراء تتلقى خبر إقالتك من الرديو والتلفاز شأنك شأن الملايين منها فسرت هذا بتداعي صحة برقبة لأنه برقبة لو كان في أيامه وفي صولاته لم تشعر وقتها أنك كان يجب أن تتحرك قبل أن يتحرك الرجل الإخالات لا أبدا كنت مطمئن وعندي ثقة في برقبة وأن من مسؤولية رئيس الدولة إقالة وتعيين وزارة الأولين هذا مش مشكل والمسؤول ليست حبس يعني كنت قابقى وسينة وأدنى من أن تكون رئيس الدولة الأمر ليس هنا مجرد رئيس حكومة كان هذا ممكن يعني خصوصا في الأزمة القلبية التي تعرضتها برقبة في أكتوبر آخر أكتوبر أو أي نوفمبر 84 المسؤولة كانت فيه مرهونة بدقائق ولكن هذه مشاهدة الله حتى مشكل ما هي الظروف التي أقلت فيها؟ يعني ظروف صعبة في الأول كانت تبدولي واضحة طبيعية لكن بدأت بعض الصحفة التونسية تشير إلى مسائل وبعد أيام ألقى القبض على ابني الأكبر بعد أيام من إقالاتك لكن قبل الإقالة أقصد يعني كان الزو ثقيل وبدأت وأشعر أن بعض المسؤولين يعني أخذوا يتبعدون عني يعني أنا نفسي فاهم هذا حتى بعد الخطاب اللي قال في أنك ابن والروحي؟ نعم 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 مواضح يعني هالكلام هذا ما عنده حتى معنى أنا نفسي استغرب لماذا أستبقاه برقبة في الخطاب ربما كما تفضلت بالطبع أنا فقط لكن أنت لم تشعر بتمئنان كما تقول لا لا تمئنان ولا قلق وإنما تيقنت أن المسؤولية انتهت وأنا هي مسألة أيام أو أسبوع وكنت مستعد نفسانيا لذلك حتى مشكلة القوة التي كانت موجودة على الساحة السياسية أنذاك في الفترة من الخطاب الذي ألقيه في التسع عشر من يونيو وحتى إقالاتك في 8 يوليو كيف كانت تحركها على الساحة؟ تحركها يعني بالرياء والكذب والتملص يعني معنى كذبك يعني ما في شيء منها مواقف واضحة رجولية يعني مثلا يوم إقالتي اجتمع بعض الوزراء مع برقبة وأوهموه بأن الاقتصاد تنصي منهار كذبا وبهتانا يعني لكن أنا كنت منها سلمت وابتعدت قلت مهمتي اتهت خلاص فبدأت وأشعر في بعض أيام أو سبيع من إقالتي أن هناك استهاد بدأ بالقبل على ابني بتهمت ايه؟ سوى تصرف أنا كلمة هذه مفتاح مفتاح زمزم هذه سوى تصرف ثم يعني صهري زوج ابنتي طبيب وابنتي طبيبة وقيل لي من مصدر موثوق في أغسطس أن برقيبة صدق من قال له أن محمد المزالي هيئ بمعونة صهره مؤامرة طبية بالتعاون مع أربع طباء أجل لا لاعتبار برقيبة عاجز عن القيام بالمسؤولية والذي لم أهضمه إلى حد الآن كيف برقيبة ورغم مرضه ورغم تداعي صحته كيف يصدق أن محمد المزالي فكر مجرد تفكير في قيام بالمؤامرة فنادى السيد الهاشم الزمال وكان وكيل الدولة الجمهورية يعني وكيل الجمهورية المدعي العمومي للجمهورية وقال له مزالي حبي يعمل مؤامرة يجب أن تقبض عليه والحكم عليه بالإعدام شنقا وأضاف كده مباشرة نعم بحضور بعض الخواص من الذي أبلغك؟ لا أدري منها من الذي أبلغك؟ لا استطيع أن نذكره الآن يعني أسماءهم لازالوا أحياء؟ نعم حتى بالنسبة لأمنه وهناك من كان حاضر وصدفته في باريس يعني في ذاتي يوم وأكد لي هذا والدليل هو أني تلقيت دعوة من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السيد سامرانش دي أرتاح أسبوع عشرة أيام في لوزان وأستحبه إلى اليونان كان فيه اجتماع رحت إلى المطار وبعد إجراء كل الأمور يعني القانونية وبينما هممت بصعودية الطائرة هذا في التاسع عشر من أغسطس ستة وثمانية بالضبط يعني بعد إقالتك تقريبا بحوالي بشهر وأيام نعم جاءني الكوميسار يعني المفتش في المطار وقال لي عندي إذن أن أمنعك من السفر ليه؟ قال لي والله أمر حاولت التصالب لبعض المسؤولين فأبوا التصالبي فأخذ جواز سفري العادي ورجعت إلى بيتي وفهمت أني أصبحت في قامة جابريا ثم هناك بعض إخوان والغريب والحمد لله هناك معارضين البعض منهم لم أرهم أبدا زاروني وقالوا لي أن الجماعة صمموا على القضاء عليك يعني ستحاكم والصحافة لا تقول شيء بل ستلصق بك التهم ويذهب حقك في برطيلك وبرطيلك بحقك و لماذا وأنت الآن لم تعد تصاري على سلطة لم تعد تصاري على شيء؟ هذا الذي لم أفهمه ولكن أحاول أن أؤول فأقول بكل توضع أن القوم كانوا خائفين من محمد المزالي لأنه ولا مؤخذة يعني أنا كنت في الصحة شعبيا وأقدمية و اتصالا جماهيريا وعلاقات مع رؤساء وملوك الدول العربية والأوروبية يعني كانوا رؤساء الدول يتصب بي أنا لأن أبراقيم كان مريض و أنا كنت لمثل تونس في القمامة العربية المهم وضعك داخل الدولة وليس خارجها لأن في الآخر من في يده القوة هو الذي يساعد على سلطة لكن ربما يكون في هذا غرور لكن أظن أن نية الجماعة الذين كانوا يكيدون لي كيدا هي تخلص من شخص محمد المزالي معالي رئيس الوزراء أنت أشرت في مقابلة الرئيس برقيبة لك إلى أنه سألك عن التعريب هل تعتقد أن توجهك إلى التعريب كان من الأسباب التي دفعت إلى إقالتك؟ طبعا طبعا لأن المتأمرين علي والطمعين في خلافتي أقنعوا برقيبة بأن سياسة التعريب هي التي مهدت سعود أو تصاعد الحركة الإسلامية فربطوا بين التعريب وبين تنامي الحركة الإسلامية في تونس نعم معنى ذلك أن فرنسا كانت أيضا غير راضية عليك وغير راضية على أن تكون رئيسا قادما للبلاد هذا شيء معروف كيف كانت تأثير فرنسا أو طبيعة علاقة فرنسا مع نظام الحكمة في تونس؟ يعني فرنسا كانت مشاهدة على هذه المباراة العصيبة فيه ضمن قصة القرطاج كانت تشاهد المباراة فقط حكم بعد ذلك أنت منعت من السفر وأصبحت الآن تدرك تماما أنك مطلوب القبض عليك وتصفيتك كما أشرت وأعدا تصفية كانت مبرمجة مخططة فزارني الكثير من المعارضين والتونسيين الأصدقاء ونصحني الجميع بالمغادرة البلاد يعني الفرار بجلدي من البلاد وخططت وحدي كيف خططت للغروب؟ خططت لأن هناك خطط يعني اقترحت علي واخترت شخصيا خطة منها بالتعبير عن ثقتي في شهامة ورجولة الإخوة الزائريين فبالغير أن أعلمهم والحق يقال وصلت إلى الحدود وحدك هناك صديق أوصلني على السيارة إلى مكان يسمى حمام برقيبة كيف كان لبسك زيك ما الذي كنت تحمله معك؟ كيف ودعت أهلك؟ أنا لم أحمل شيئا حملته معي فقط ساك يعني صغير كالذي يحمله الرياضيون فيه منها جهاز راديو صغير وجهاز الحلاقة فقط يعني لم أحمل ولو قميس أخبرت زوجتك وأولادك أنك ستهرب؟ لا خرجت من البيت على أنك خرجت من البيت أنا يومها كان يوم 3 سبتمبر يوم عطلة 86 86 وزوجتي راحت مع بعض الأولاد والأحفاد إلى شاتي رأس جبل مسقط رأس عائلتها للاستحمام وكذا وأنا بقيت وحدي فما ابن واحد كان موجود لم يصحب أمه لأنه كان يعاني شيء من البرد ففكرت أنه من الضروري أن نعلمه كما يقال باللغة العامية تنسية على حياء أو موت يعني منيش عارف أنا نقطع أمناء فأعلمته بالخطة فقط كانت تفاصيل الخطة تقوم على إيه؟ تقوم على الوصول إلى الحدود أي منطقة في الحدود؟ الشمالية أي منطقة؟ يعني منطقة عند رهم بعد عند رهم فم حوالي 15 كيلو إلى حمام برقيبة وهو مركز لمعالجة أمراض الأنف والحلق وحذيت هذا المكان وهناك عناية عناية ربانية لأن الحرس الوطني أوقف السيارة ثم سارع بالإشارة المرول أنه كان يتحدث مع شاب آخر وأنا كنت وضعت شوارب وعندي شاشية أخفية نفسي ونظرات سوداء كنت بالنهار أم في الليل غدرت بيتي الساعة الوحدة بعد الزوال ووصلت بعد ساعتين أو ساعتين نصر إلى الحدود إلى الحدود وأقمت في جربي يعني في بيت مبني بالحلفة وبالتبن كان مرتب لك؟ لا وإنما فقط صديقك الذي أوصلك والذي كان يعلم بهروبك؟ نعم فقط وصديقي هذا لم يكن أحد في الطرف الآخر في الجزائر العالم؟ أبدا كنت ستهرب من الصحراء نفسها؟ لا 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 الصحراء هذه خطة من الخطط الأربعة والخمسة التي اقترحت علي وبعد فيه شاب ابن السيد هذا ما عرفنيش فكان غير موجود لما جاء الساعة الخامسة أو السادسة قلت له وينشقوا قال لا قال لي حتى تغيب الشابس قلت له لماذا؟ قال لي أنا فما عيون ومجواسيس هم حرص وطني قلت له طيب فلما بعد الغروب قلت أين نمشيوا؟ قال لي نمشيوا فأنا نحيت النظارات بتاعي فهو قال لي لا أنت سيمو حمد المزالي لا هذه مستخطيرة ما نخدرش فالسيد لمعانا وأنا ما عندي ولا فلس ولا مليم والله ما عندي مليم شيء ما عندي قميص واحد لابشه ولا معك أموال ولا أي شيء والله ما عندي حتى ولا تحمل هويات أبداً لا عندي جوال سفر تونسي سفر تونسي فقط عادي كنت ستمر عبر الحدود الطبيعية أم ستمر عبر الأسلاك؟ لا الحدود الطبيعية يزمن الوقوف أمام مركز الأمن لكن هذا كان يمررك عبر الأسلاك؟ عبر الأسلاك وعبر الغابات والجبال وفيما نهر فحبي يتراجع فأنا قلت للسيدة قلت اعتني به وأنا مشيت وحدي وضلام أصبح دامس ونزلت جبل ثم قطعت واد تقريب 40 سنتيمتر المياه لكن لم أرى ولا معك خريطة ولا معك أي شيء؟ أبداً لكن أمامي ظلام الدامس ولا قرى تبان أمامك ولا أي شيء؟ لما أرفع رأسي أتبين بعض أضواء الباهتة فيما قرية حدودية جزائرية فكانت لها بوصلة لكن بعد ما شقيت الواد وهويت وجرحت والدم عندي الآن حرما كلها دم يعني دم وتراب وكذا شقيت فما غابة وفما بعض الملابس يعني تمزقت ثم أخذت أصعد الجبل أصعد أصعد إلى أن وصلت فهناك بيت متواضع فيه سيد شاب وزوجته أبناء عمت له إشارة جاء وقف قال لي سي محمد المزالي عرفت قلت له منين تعرفني؟ قال لي هو في المنطقة هذه فما واحد ما عرفش محمد المزالي في الجزائر أنت؟ جزائر في الجزائر قلت له برك الله فيك قلت له من فضلك خودني لمركز الأمن قال لي ما فيه شي مركز الأمن قلت له فيه إيه قال لي فما ثكنة تبعت خمسة متر تقريب قلت له أين مشي مشينا خمسة متر في الجبل كم ساعة استغرقت من الخروج إلى الوصول إلى هذا المنطقة؟ يعني من وقت أن غدرت الكوخ تقريب ساعتين ساعتين ونصف فقط يعني صعود وغوط كنت أنا عندي علاقة بدنية يعني عرقنا يتصبب لكن كنت أشعر بأني بصدد الفراء من الموت نعم وتذكرت قولة طارق بن زياد لما نزل بجنوده في أرض إسبانيا قال لهم إن العدو أمامكم والبحر وراءكم فأنت كنت تفر من الموت فكان الموت رائي حتى وان صدفت الموت والحياة أمامي وثيقة في الأخوة الجزائرين يعني كانت علاقات كويسة كانت العلاقات الجزائرية التونسية سيئة في ذلك الوقت لا لا كانت كويسة في وقتنا كانت كويسة ممتازة لكن أنت استغلالت علاقتك بهم إلى أنهم سوف يساعدون لكن لم تكن مراهنة ممكن أن تخسر مراهنة طبعا الحياة كلها مراهنة لكن كنت نعرف أن الجزائرين أصحاب ببادي وأنهم دائما يعني نصروا اللاجئين إليهم أخي عبد بن صالح لما فر عند ززائر تقريبا نفس المكان تقريبا آوه وأسندوه وسندوه فأنا رهنت على هذا فالجندي الحارس لابس زي أزرق داكن حياني عرفني ثم نادى الضابط لأدخلني إلى القاعة النوم فارتحت كنت عرق ودماء يعني وكذا جابوا لي شوية عنب شوية دواء نصفوا لي هكذا جبين وكذا ثم جاء شخص إلى آخر حتى دخلنا للثكنة في القاعة ثم أخذوني إلى قسنطينة ثم إلى الززائر حيث وجدت نفسي في قصر مكرم وعزز وجابوا لي ثياب جديدة وعلموا أنك هارب آه لا قلت لهم ثم مسؤول كبير يعني استقبلني في مدخل قصر وعطاني تليفون قال يكلم زوجتك كلمتها قالت لي أين أنت الآن قلت له والله هنا في بالايرن في السيقلية حتى نوجه تفتيش الشرطة نحو البحر نحو الجبال قالت لي متى ستتعود قلت له والله حالة ما يتيسر ذلك لكن نظن هما فطنوا البوليس فطنوا متى أدركوا أنك هربت بعد يوم واحد فقط بعد يوم واحد هل سعوا للقبض عليك ثم فوجئوا ولا من أين هربت أدركوا هروبي بعد فوت الأوان ولهذا جن جنونهم وألقوا القبض على أبنائي وعلى بنتي وهي صبية ووضعهم في السجن هناك ابن الطبيب ابن بيتري كلهم عذبوهم عذاب بدنيا يعني أمور كبيرة يعني كم يوم بقت في الجزائر أربع يوم ثم ذهبت إلى باريس ثم أمورتيت الطائرة ونزلت في لوزان كل لاجئ سياسي نزلت في جناب لا لا بجواز سفر عادي ما كانش في فيزا في تلك الأيام جواز سفر تونسي كان يفتح بأبواب سويسا وفرنسا وغيرها ورحت إلى عائدة الثانية وهي لجنة أولمبيا الدولية التي آوتني وتحمل ألم يعرض عليك الجزائريون للجوء السياسي لا 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 أنا لم أطلب فقط هم ساعدوا لم أطلب لأني كنت دائما ولا أزال بالطبع متفائل وكنت ولا أزال الآن أعتبر أن في وقتي وأنا لا بد أن تتساوي أمور وتزول الالتباسات ولازلت منفيا منذ 13 عاما عاما في العام 20 إبريل 87 تم الحكم عليك بالسجن 15 عاما بتهمة سوء التصرف في أموال الدولة نعم وغرام مقدرها 700 ألف دولار تقريبا ولازلت هذه التهمة ملصقة بك حتى اليوم يعني الحكم هذا غيابي هذا نتيجة تدخلاتي في الإذاعة وتليفزيون في فرنسا في شويسرا في بعض القناوات العربية في الجرائل العربية والفرنسوية فجنه لأني كنت مدافع عن أطفالي الموقفين المسجونين عن زوجتي التي كانت في قامة جبرية عن شرفي الذي حاولوا تلتيخه في الجرائل التونسية المأجورة فجنه لأني لم أصب بالانهيار لم أبكي لم أتباكي لم أتوسل بل وقفت على قدمي ودفعت عن شرفي وعن شرفي عائلتي وعن أعمالي لكن كيف تدافع عن هذه الاختلاسات الموجهة لا هذه أمور مضحكة يعني كل من يعرف محمد المزالي واستقامة محمد المزالي ونظافة يد محمد المزالي وزوجته وعائلاته يضحك من هذه التهمة لكن أنت الآن أبناء أبناء إلى حد الآن يقيمون في بيوت على وجه الكراء يعني هل تسمعت برئيس حكومة في العالم العربي أو غير العالم العربي أبنائه منها لا يملكون ولو شقة ولو فيلا فهذا هو الواقع لكن أليس لك أموال طائلة في الخارج الآن تتنعم فيها يعني لو كانت هذه الأموال موجودة لا أدرك الجميع وجودها وأهميتها ولكن أنا أقول ورأسي مرفوعة ولا أحد يستطيع أن يقول عكس هذا أني لم أفتح حسابا جاريا لا أنا ولا زوجتي ولا أولادي في الخارج أبدا من أين تعيش الآن أعيش بفضل بعض الدول العربية الخليجية التي لا تتدخل في سياسة تونس وأنما تحترم الصديق الصديق الذي تعاون معهم للوجه الله والذي منها قدروا وأنت في عهدك كأنة العلاقات التونسية الخليجية ممتازة أنا أسستها وربما أعجب بي بعض الملوك والرؤساء أنت تقر الآن بأنه ينفق عليك من بعض الدول الخليجية وهذا سأكتبه وأقوله ولا حرج في ختم هذه الشهادة ما هو تقييمك لما يقرب من أربعين عاما من العمل السياسي وثلاثون عاما من البقاء في السلطة أعتبر أني قمت بواجبي واشتهدت ولا شك أني أخطأت والبشر خطأون ولكن ما أنجزت لبلدي وما أنجزت في مستوى العالم العربي ولا فخر يشفع لي بأنه في الميزان الأعمال الإيجابية إن شاء الله تكون أهم وأكثر وزن من الأعمال السلبية وضميري مرتاح هل تطمح للعودة للعمال السياسي مرة أخرى؟ لا خلاص حتى إذا توفرت لك الفرصة؟ لا خلاص يعني أنا مستقبلي ورائي من ناحية سياسية ولكن لا أزل أمن بأن أستطيع أن أخدم بلدي ثقافيا ورياضيا وبالمحاضرات يعني وأعود إلى بلدي يوم أن يرد الاعتبار وينقض الحكم الكيدي الجائر الذي استصدروه من عدالة غير مستقلة لأن بعض الناس يقولون هناك عدالة حكمت أي عدالة وهذا يقول بكل صراحة وتحمل مسؤوليتي فيه هناك من يقول بأنك حصلت على جواز التونسي الآن وتستعد للعودة لا يوم 14 ماي ونوديت من طرف القنص العام التونسي وكانت مفاجأة صارة واستقبلني بكل لطف مشكورا وأعتني جواز صفار تونسي عادي فشكرته وعبرت عن هذا في بعض الصحف العربية هل تنوي العودة إلى تونس الآن؟ أعود حالما ينقض الحكم الكيدي الصادر في 87 ضدي إنما تعود ألن تغير شيئا في هذه الشهادة التي أدليت بها؟ لا أبدا أبدا تتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قلته؟ تتحمل لأنهم لم يحكموني سياسيا هل هناك شيء أن تنادم عليه في حياتك السياسية؟ والله أنا ندم على شيء كبير قد لا يصدق في البعض هو أني لماذا دخلت في عام 56-57 في بحران السياسة؟ كنت أتمنى أن أبقى أستاذا وأكمل أطروحة دولة جامعية وأكون أستاذ جامعي وأساهم في الصحافة وأبقى مثقف أحسن من سياسة ولكن معليش خدمة بلدي في التعليم في الصحة في الدفاع الوطني في الإذاعة في التليفزيون في الشباب ورياضة في توجيه الناس بقدر الإمكان فهذا قد يكون شفيعا لي ماذا تقول لعشرات الملايين من العرب الذين تابعوا شهادتك هذه على مدى الحلقات الثمانية الماضية في ختم هذه الشهادة؟ أحييهم تحية الأخ لإخوته وأسألهم أن يتحروا وأن يتذكروا الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهادة فتصبحوا على ما فعلتوا من ناديمين أن يتحرر الموضوعية وأن يتعاطفوا مع هذا المواطن الذي آمن بعربته بإسلامه بشخصيته بأصادته والذي حاول أن يخدم أمته بالثقافة والفكر قبل السياسة سيد محمد مزالي رئيس وزراء تونس الأسبق أشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به في هذه الشهادة على العصر كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة ضيف آخر جديد في هذا البرنامج في الختام أنقل لكم تحيات فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أشكركم شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر